ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله موضحا عن السيارة التي توفر عليها لا تعود ملكيتها إلى الدولة بل أعطاه إياها الملك وتساءلت ذات المصادر نقلا على رئيس الحكومة سابقا لماذا يقتصر الحديث عن بن كيران فقط مع أن المعاشى الاستثنائي حصل عليه وزراء أولون سابقون أمثال عبد الله إبراهيم وعبد الرحمن ليوسفي وأكدت المصادر أن الملك هو من أمر بتسوية وضعية بن كيران بعد أن وصل إلى علمه أن العجلة توقفت عنده نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية